موسيقى سيد محمد فيق معظم الزعماء الأفريقية يعرفوه جيدا بالذات الزعماء الأكبر سنة لأن العالم كله تغير مصر تغيرت أفريقيا تغيرت سياسات مصر تغيرت وسياسات أفريقيا تغيرت فحصل فترة شقاق ما بين مصر وأفريقيا لفترة إنما الزعمات التاريخية تعرف جيدا وتعي تلك العلاقة والدور ما بين مصر وأفريقيا إنما نيلسون مندلة في يوم من الأيام اعتذر للسيد محمد فيق أو يعني يعني هو نوع من الشمو هو كان عنده يتمتع بحس فكاهية يعني يحب يداعب فكان نوع من المداعبة أكتر منها إيه اللي حصل؟ علاقتك بين يرسل مندلة بدأت إمتى؟ لا هو جاه القاهرة هنا شنت واحد وستين واحد وستين اه وفي اللحظة دي وجاه طبعا يعني في واحد وستين كان فيه تيتو موجود يعني رئيس تيتو ورئيس بوسلابيا وده كان صديق عبدالناصر قوي وكان فيه علاقات وثيقة فكان الرئيس عبدالناصر مشغول معه في بعض حقا فما بيرتش عمل له موعد يقابل عبدالناصر كانت ساعتها بقى شاب لسه؟ اه طبعا وكان مندلة نفسه عنده موعد في غرب إفريقيا مع موديب بوكيد اللي هو رئيس غينيا رئيس مالي اه يعني سريع ثم كان نازم يسافر فسافر من غير ما يقابل رئيس بعد ما سافر أنا اتصلت به ده هو أنا ما كنتش فاكر الكلام ده هو بقى اللي فكرنا بعدين يعني بعد فأنا اتصلت بي قلت له مانديلة تعالي الرئيس هشوفك على طول أول ما فيه فقال لي لا أنا عندي لازم أروح لبلد الأول بلده اه لأنه فيه حاجات اللي لازم يكون موجود فيها وحرجع بعد أسبوع وحددنا الموعد اللي حيجي فيه راح هناك يديني يا طيال قابضوا عليه وقعد 27 سنة في السج وإحنا دعانا بقى كان دعي بعد ده بسنة كمان فبقى 28 سنة فأول ما دخل مصر أول ما جاء في مصر اتصلت راح طلبني فلقيت التليفون بجميع فاندي مكلم الزعيم منديلة معك اي منديلة انت اي بتاع طبعا كانت مفاجأة لي يعني قال بسا فايج أنا باعتذلك لاني جايلك كانت بينهم عاد وبجيتلك متأخر 28 سنة فنوع من الهزار يعني فلبست ونزلت له جاري بسرعة فحكاة لي بقى هو قصة أنا كنت نشيها خالص اللي هي القصة اللي بقولها حضرك عليها حضرتك حضرت حفل تقبيل نيلسون منديلة ده صحيح كان طبعا فيها عدد كبير من رؤساء كان فيه يعني كان فيه مثلا من الامريكان كان فيه الرئيس الحالي اباما اباما و كارتر وآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ يعني انا كنت رايح شخصيا لكن كمان رئيس الجمهورية يكلفني بان عمسر مصر في اه في هذا الاحتفال يعني. وفعلا مثلت مصر. اه يعني احيانا بيبقى الاشخاص بيلعبوا دور مهم اكبر حتى وما كانوش صفراء مكلفين. بيلعبوا دور ديبلوماسي ودور تاريخي ودور فيه تواصل وتعزيز لبلدهم. هو ده الدور اللي لعبوا سيد محمد في طول عمره. في مجموعة بقى صور لا نهائية مع كل الزعماء الافرقى. يعني كل اللي في الصور دي شباب كلهم رؤساء واملوك لافريقيا. اه مفيش صورة شخصية له في الفترة دي تخلو من شخصية افريقية كبيرة جدا. ده طبعا رئيس اه اه الصومال ومعه وزير الخارجية. رئيس صومال كان زياد بيري اسمه زياد بيري. اه. والجنبي على يميني. اه ده امر عارتا. كان اه وزير الخارجية وقتها. لكن بعد كده بقى رئيس وزراء في الصومال. اه. ده ده جون جون اللي هو رئيس المجلس العسكري في نيجيريا اللي كان بعد برقية بتاعة اه 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 بيفرة. الاستغاسة. الاستغاسة دي. ايه. 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 ده مندق اه 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 اللي في الوسط ده. ده لومونبا. اه باترس لومونبا. ده 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 كان رئيس الجمهورية. ده مكتب حضرتك بقى؟. ده مكتب كله. ده اللي قاتلوه. افهم؟ لا ده عنده في مكتب. ده في هناك. في هينك في الكمو. اه. اه. من القاهرة لهناك حتى ما كانش فيه اي حراسة في الفندق درجة ان الطيار فرش وقعد تحت جناح الطيارة عشان حيسيبها المين كانش فيه ولا باسفورتات ولا حاجة فكان طلانه وعلى يعني ركن الطيارة واقعد جنبها واقعد جنبها صحيح يحروس لغاية ما قابلته ورجعت رجبت الطيارة ورجعنا على طول يعني ده جومو كونياتا الزعيم الكيني الكبير بتاع الموماو ده كان في وقت من الوقات نفس الصوت اللي جهد خده مندلة ده ده كان واخد هزا العملية واحنا الحقيقة كان لنا دور كبير جدا في دعم جومو كونياتا وبعتباره سجين رأيه وسجين وكان قضية مهمة جدا ده بنبلة في الوسط وده الزعيم الجزائري العظيم أحمد بنبلة اللي جنبه محمود رياضو كان وزير خارجية مصر كانت العلاقة وطيدة جدا ما بين أحمد بنبلة المهم هزا العلاقة بين وبين بنبلة استمرت لغاية ما مات لدرجة انه خد شقة في الشارع اللي أنا فيه هنا في القاهرة اه شقة فيه كان فيه استاذ فاتح الديب برضو كان في نفس الشقة اللي كن راخد فيها هو وكننا بنلتقي باستمرار على هو كان دايما مرحب بيه في القاهرة على الآله في السنوات الأخيرة يعني لانه هو زعيم كبير جدا لما حدث يا سيد محمد فاقي يشوف الأزمات اللي حصلت ما بين مصر وأفريقيا بشملها ووسطها وجنوبها بيحس بايه بيحس انه انه فيه استهتار بتاريخ لا يعني أنا أنا الحقيقة بعتقد ان أفريقيا دي جزء مننا يعني الحقيقة الأفارقة بيحسوا انت جد ولا مش جد يعني افريقيا دي بالنسبة ليها مهمة جدا 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 مش بس عشان ما هيها نيل يعني نيل طبعا مهمة وجميع رؤساء اللي جنفي أو يعني الحكام في أي فترة من فترات الزمن كان يهتم بتأمين ملابع نيل طبعا كانوا بيهتموا بروحوا يعودوا هناك يعني بيحتلوها أو يوصلوا جيوشهم توصل لهناك لكن احنا الوقت ما حندناش حل آخر غير بصداقة هذه الدول والاهتمام بها وإيجاج المصالح المشترحة لا هي علاقة استغلال ولا هي علاقة استعلاء صداقة دا احنا كان من ضمن محاربة للسعمار لأنه هو الذي يفسد علاقتنا بهذه البلاد فقلنا لما نحرر البلاد دي من السعمار حيبقى فيه مبمن ان احنا نقدر نعمل علاقات صداقة قوية مدعش فيه حاجز لهذه العلاقات دا هلا سلاسي طبعا أنا اللي بتكلم دا كان منظمة الوحدة الافريقية مؤتمر الافريقي وانا كنت بمثل هنا بقى الان رئيس بعد سبعة وستين جمال ابناصر محضرش مؤتمرات القمة الافريقي فقدت انا بحضر مكان فده كان مكان هلاسي الامبراطور هلاسي الامبراطور هلاسي اثيوبيا كان هو اللي بيرقس هذه الجلسة ودي تلاقيها من المرات القليلة ان احنا بعد كده علاقتنا باثيوبيا تدهورت تماما لا بس مش في ظل وجود عبد المصر يعني كان عندنا مشاكل دايما لكن كنا بنحلها ممكن انا سأل حضرتك سؤال بقى على ذكر هلاسي واثيوبيا ومصر بيحضرني المشهد السريالي اللي محدش في مصر كلها صدقه لما كان فيه اجتماع مع دكتور محمد مرسي رئيس السابق محمد مرسي وكان مجمع عدد من السياسيين وفجأة الشعب المصري والشعب الاثيوبي والعالم كله قاعد يتفرج على مشهد متفهمش هو كوميدي ولا هو مشهد فيه قدر من الجنون ولا هو مشهد متفهمش هو ايه اللي حاصل يعني احنا كلنا مبقينش عاملين يقولوا احنا نضرب اسيوبيا حضراتكم فاكرين المشهد ده اللي اضحكنا حتى البكاء وابكان حتى الضحك لانه افسد العلاقات بشكل خطير جدا 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 وانت بتتفرج على المشهد ده سيد حمد فيه لا يعني الواحة ما كانت مش يصدق زي ما عادتك قولتك بالزبط الواحة مش ميصدق هل ده صحيح وهل ده رئيس بتاعنا ده هل ده ممكن يبقى هو يبقى رئيس لا يعني فوق ما يتخيله اي واحد الحقيقة مشهد عبسي عبسي كامل يعني يعني لا يصلح رئيسا وايضا يعني تهريج فيه وقت جد جدا جدا ده حاجة مرتبطة بالمياه مرتبطة بعلاقات اساسية مع دولة رئيسية فهو يعني عبس عبس بكل معامة كلمة طيب فيه صورة لحضرتك كنت لابس لبس افريقي ايوه ده لسه عندي على فكرة دي محتفظ بيه ده لبس ده هاند بيتعمل باليد بيتنسج باليد ده هناك بيعتبر حاجة فين ده فين في نيجيريا ده كان في جامعة ايبادان في نيجيريا وكنت بعمل محاضرة هناك في جامعة تقول لبسوني بقى اللبس بتاعهم ده وغريب قوي البدل الزاكت او اللباس لهو تقيل جدا يعني تقيل لكنه ما تلبسيه بيدي راحة شديدة جدا التهوية غريب قوي لا صحيح هناك عندهم حر يدنا طبعا طيب فيه صور في قصر الاتحادية والرئيس جمال عبد الناصر كان بيتكلم فيه اولا مبسط انه اصل الاتحادية ده يعني قائم من او محافظة على نفسه من منذ ذاك الزمن كان ليه مكتب مكتبي كان هناك الاتحادية دي ده كان مؤتمر صحفي كنت انا قاعد فيه واجير الخارجية انا بقدم الرئيسكة واجير اعلام لسه في نفسي اظن كان بقالي مدة صغيرة قوي واجير اعلام احنا علاقتنا باصل الاتحادية حديثة يعني عمتا اصور الرياسة الناس ما كانش لها علاقة بيها بس كلمة الاتحادية اتكررت في الفترة دي بإزرال فلما شفت الصورة دي حسيت انه اه ان هي في الرياسة فقال اه لا وانه انه عظيم انه يبقى فيه اماكن سبتة سبتة اه يعني تغير الاشخاص اه بس طبعا المبنى ده كان فندق زمان اصل الاتحادية كان فندق اه كان فندق اسمه ليوبلس بالاسوتيل كانت افخم فندق في منطقة الشرق الاوسط لما تعمل وبعدين لما تقتل لبومبا فجمال عبد الناصر امن الاموال البنجيكية كان منها هذا المبنى لما تعملت الوحدة بين مصر وسوريا فكانت الحكومة الاتحادية في هذا المكان وعشان كده جات من هنا الاتحادية ايه ده؟ لان هي الحكومة الاتحادية بين مصر وسوريا اصبح هو ده المقر التحدي ومن هنا جات كلمة الاتحادية مالش سنة اول مرة اسمها الحادوثة دي هو اصلا فندق كان اسمه فندق ايه؟ فندق هليوبلس بالاسوتيل فندق هليوبلس اه اصر هليوبلس كان الاول اسمه فندق هليوبلس بالاسوتيل وبعد كده اممه جمال عبد الناصر وبعد كده لما حصلت الوحدة مع سوريا الحكومة الاتحادية المصرية السورية بالزبط ده بقى مقره وبعد ما حصل الانفصال بقت فضل برضو الاتحادية جزء من رئاس الجمهورية يعني الوحدة راحت بس فضل الاسم فضل ده المكان اصبح تبع الرئاسة اه طيب سيد محمد فاي انا عايزة اسأل حضرتك اسعد لحظة بالنسبة لك في تاريخك مع افريقيا سواء زمان او دلوقتي ايه اللحظة اللي انت لا يمكن ان تنساها من من قربها لقلبك يعني الحقيقة القضاء على نظام الابارتايد في جنوب افريقيا ده كان حلم زي ما بنحلم ان غين ان فلسطين تعود لاهلها بس كنا متصورين ده حيتم قبل جنوب افريقيا فده كان حلمين دول بتوع فلسطين وجنوب افريقيا لان ده استعمار السلطاني وده استعمار السلطاني فكنا متصورين دي اخر بلد ممكن تاكب انها فلسطين هتحول قبل كده لكن القضاء على هذه النظام ما فيش شك ان ده كان انتصار للانسانية مش انتصار لأفريقيا فقط انتصار للانسانية فده كان الحقيقة برضو شيء لا حزات اه بالنسبة لأفريقيا انتصار للانسانية بتتوقف عن ده تمام عايز ارى حداك سؤال مصر صحيح انه احيانا بيبقى اقتصادها معقول واحيانا بيبقى اقتصادها متداهور بس عمرنا ما عيشنا اقتصاد الدول الغنية يعني دايما موردنا ودخلنا القومي مش كبير انا عايز افهم مصر كانت بتقدر تقدم كل الخدمات دي الافريقيا ازاي واحنا انا مش هقول دولة فقيرة انا هقول دولة كانت بتبني السد العالي فكل الموارد موظفة للسد العالي دولة كانت في حالة حرب فدايما اقتصادها كان اقتصاد حرب والاموال بتوجه للجيش دولة منيت بهزيمة عسكرية صعبة جدا استدعت ربط الحزام اكتر واكتر شعبا وحكومة وقيادة بلد منتشر فيها جهل ومرض وما الى ذلك يعني احنا بلد اقتصاديا مأزوم ازاي واحنا مأزومين اوي كده كنا بنساعد دول تانية لان ده ما كانش بيكلفنا كتير اطلاقنا عهد دي عاد حضارك بس واللي كان بيكلفنا صح يمكن المنح الدراسية اللي كنا بناخدها في الجامعة انما يعني مثلا احكيتلك موضوع الموز ده ما كلفناش حاجة موضوع نيجيريا ايضا نيجيريا معاها فلوس كتير جدا كان بتدفع احنا بعتنا لها الطيارين والحاجات دي كانت هي بتدفعها لالتمن فاحنا ما متحملناش شيء بالنسبة للسلاح اللي اعطناها لأفريقيا احنا لما جينا غيرنا من التسليح الغربي الى التسليح الروسي فاصبع عندنا عدد كم كبير جدا من الاسلحة لا تستحق طيب بيت سيد محمد فاي بيت ذو خصوصية منذ سنوات طويلة جوه البيت بقى له خصوصية في غرفة لها خصوصية الخصوصية ما يدخلهاش يعني اي حد الحقيقة انه اختصينا سيد محمد فاي باعز غرفة عنده بيته مسميها غرفة افريقيا احكي لنا كده كأن الناس دخلت عندك البيت ودخلت القودة بس طبعا بس انا عاوز اقول ان العاج ده لان الوقت طبعا العاج ممنوع ممنوع التجارفة ده كان من قبل المنع انا كنت متردد ان انا اشيبه باعتبار ان ده مفروض ممنوع فانا عندي كمية عاج كبيرة اوي الحقيقة من قبل القوانين من قبل القوانين بكتير اه وانا جالي مرة كان وفد من البرلمان الكندي جم ولما لقل العاج ده انزعجوا جدا بس عظيم انك كاتب التاريخ عليه يعني اه طبعا لا مكتوب اوله حتى يعني يعني سيد محمد فاي لو جهي سافر كده ومعاها قطعة من دول لا لا ممنوع هذا ممنوع ممنوع خالص ده الحقيقة فكرة القوضة دي نتيجة جياراتي الكثيرة كان عندي حاجات كثيرة اوي من افريق وبعض حاجات كان بجبار اوساء الدول اه في طبلة اه كبيرة كنت طبلة حقيقية يعني اه اه في طيارة الرئيس جون جوان اللي هو بتاع بعد ما خلصنا بيفرة بقى كان اول بلد يزورها هي مصر يعم فعملناها يعنا ترابيذور فجات ابنتي اه مونة وقالت ما نلمات الحاجات دي كلها ونحطاها فى اوضة واحدة إذا جاكت فكرة كويسة فلنمينا كل الحاجات الافريقية اللي هنتضحناها اomicsات كثيرة اوي وحطناها فى اقوضة واحدة فبقت الاوضة الافريقية يعني دية زكريات محمد يعني ده مثلا شوفي طاقم شاي بالكامل كله محفور يعني بتلاقي الفنجان تشوف بقى الفنجان ده معمول ازاي بيتحفر من جوه بيتفضل ده عملية صعبة جدا جدا سيد محمد فايق هو اللي محفور هو ذكريات افريقيا معك وذكرياتك مع افريقيا وذكريات مصر مع افريقيا القوضة دي مش بس حكايات انت تحمل هي ذكريات هي بالزبط اما بقعد فيها بفتكر مثلا في موضوع مجابي مديني بايده خريطة افريقيا بالنحاس هي مهيش حاجة كبيرة قوي لكن لكن بفتكر على طول اللحظة اللي هو بيديني العملية دي ده كريكاتير عامله بهجوري ليه انا كان فيه بتفكرك ايه بالقوضة دي يا سيد محمد فايق بتفكرني بتاريخ طويل يعني لانه كل ما ببص بقال دي من غني وبعدين انا ابعرف الشخصيات يعني مثلا تماثيل اه باقولك ده من قبيلة كذا من قبيلة المساي ده من قبيلة اليوربا مثلا في نيجيريا تفرق عن قبيلة الهوسا في نيجيريا برضو وهكذا فما بشوف تمثال من دول بفتكر القصص طويلة عليه يعني وعلى القبيلة بتاعته وعلى كذا يعني احنا بعد الفاصل هننتقل من ازمات افريقيا للازمات الشخصية سيد محمد فايق حكم عليه بالسجن سنوات طويلة في ناس كتيرة ما تعرفش انه هذا الرجل الفاضل الذي لا يشتكي ابدا ولا يتشك ولا يسيء الحديث عن خصومه قضى في السجن او في غياه بالسجن عشر سنوات كاملة خلينا بعد الفاصل نعرف حكاية السجن وليه لما جات له فرصة انه يخرج رفض كتابت الورقة دي انا افقد نفسي الى العبادة ويتقلق كده فجأة ان انت متهم بالخيانة العزم دورنا وراكه بالابغة صحيح مزجونة بيمسك اي كتاب بيحس ان هو بيحلك الكتاب ده كان قصة في واحد اوجه لقى ليه ماهوجب هو لم يعرف ما هي نوايب عمد فايقا قالي انت رعا فينا طيب نازل مع صحابي فلقيت الشرح عمره وإيه فلقيت العربية تماشية برده